عرب رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي عن اندهاشه وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية في أسمة الهجرة في سبتة وأكد المالكي أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا وأضاف أن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان بطريقة احتيالية